موسيقى شخصية التخيخ هو عبارة عن إنسان قبل أن يكون مقاوم ولكن وضع في مكان اللي صار مجبر أن يكون مقاوم رغبته في أن يكون جون وين جاية من منطق أن المشاهد بالعالم شاف جون وين كل الوقت بكل الأفلام الكاوبوي والأكشن وإلى آخره وتعاطف معه بالرغم من أنه بيكون بدور عمل إجرامي في المقابل شخصية التخيخ هو مش بالضرورة بيكون بعمل إجرامي إنه ما بيكون بعمل مقاومة ويتمنى أن يحصل على هالاعتراف بكونه مقاوم أو على الأقل التعاطف حتى لو كان مجرم أما بالنسبة لشو الصورة الأمثل لتقديم المقاوم ما أعتقدش أنه في صورة أمثل لتقديم المقاومة المقاومة هي واضحة جدا الشيء الوحيد هو كيف ممكن الحصول على الشرعية اللي تمنح هاي المقاومة الحق في الدفاع عن الشعب فعلا تأثر المقاومون بوجود الكاميرا وذلك تأثير طبيعي بسبب أنه أي شخص بحمل كاميرا وبنزل على الشارع تقدر تشوف ردود أفعال مختلفة من الناس المارة بالشارع بسبب وجود الكاميرا أي أنه الكاميرا وجودها بصنع رد فعل مختلف أو بصنع شيء جديد غير عن الشيء الطبيعي اللي ممكن تشوفه بالشارع وبالتالي المقاومة نفسها باللاواعيتها لعبة الدور اللي بتبحث عنه الإعلام لنسخ صورة جديدة من المقاومة اللي مش بالضرورة تكون مساهمة لفكرة المقاومة هو ليس إنعكاس للواقع وإنما واقع للإنعكاس هاي جملة كتبها بلزاك واستخدمها قدارد وأنا عدت استخدامها في كونتكست مختلف أو في نطاق مختلف واللي يتعلق بالمقاومة الفلسطينية بعتقد إنه الأفلام القصيرة فيها ميزة وهي إنه في مجال لتوصيل الفكرة بطريقة أسرع بوقت زمني أقل هاي من جهة ومن جهة أخرى إنه في مساحة للتجريب ومساحة للذهاب لمناطق ممكن إنه تكون أصعب الذهاب إليها في الفيلم الطويل ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة